موسيقى موسيقى حياكم الله متابعين الكرام الأبيض أنجز المهمة الأولى بنجاح ربعية أكدت على ما تم ذكره سابقا حول الجهازية التي واصل لها الفريغ من أجل هذه الفترة وهي فترة التصفيات المشتركة أربعة اختبارات كلها تقع على عاتق مارفك وكذلك لعب الفريغ الاختبار الثاني ما زال على الأبواب إيجابيات كبيرة وكثيرة تابعناها من خلال مجريات هذا اللقاء البداية من الأداء الذي قدم على أرضية الملعب من اللاعبين وصولا إلى الحضور الجماهيري الذي كان سببا في أن تكون هذه الليلة جميلة بكل تفاصيلها تغطيتنا مستمرة وبعد نهاية الستيديو التحليل الخاص هنا نحن نلتقيكم على برنامج ملعبنا مع ضيوفي الأكارم كل مننا أحمد خليفة حمادي أهلا ومرحبا الله حييك عبد الرحمن تت الخير ومبروك يتواجد معنا كذلك الكبتن بخيت سعد أهلا ومرحبا كبت القيد أهلا ومرحبا أهلا ومرحبا مبارك لك إن شاء الله مبارك لجميع وكذلك يتواجد معنا الكبتن سمير الشادري أهلا ومرحبا كبتن مرحبا مساء النور وسرور الجميع وساعدين جدا بالتواجد معكم أكيد بلا شك في يوم مهم جدا أكيد مجريات المواجهة بكامل تفاصيلها نتابعها في سياق التغرير التالي بكلمات النشيد الوطني وبأعلام المنتخب من المدرجات استؤنفت رحلة الحلم بالنسبة للأبيض الموقع استاذ زعبيل والخصم المنتخب الماليزي مارفك يمن النفس أن تبدأ الفترة الثانية من التصفيات المشتركة بفوز يسهل مهمة المباريات المقبلة الفرصة الأولى خرجت من أقدام عبدالرمضان وانتهت برفع راية التسلل خلفها نمبارك بعدها بدقيقتين يمرر لخليل إبراهيم الذي سددها ونجح حارس المنتخب الماليزي في إبعادها رتم المواجهة هدأ نوعا ما إلى حين الدقيقة العشرين التي شهدت تمريرة سحرية من عبدالرمضان استقبلها الهدف التاريخي مبخوت ووضعها في الشباك بكل روعة وأناقة معلنا تقدم الأبيض بالنتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول في الشوط الثاني الحذر سيطر على دقائق بدايته أول تبدلات فان مارفك جاءت في الدقيقة الستين خليل إبراهيم يغادر وكايو كنيدو يسجل حضوره في اللقاء مبخوت يعود من جديد يراوغ ويسدد والكرة جانبت القائم أولى الفرص الحقيقية للمنتخب الماليزي كانت عبر هذه اللقطة الدقائق الأخيرة حملت معها هجوم كاسح للأبيض بدأ عن طريق فابيو ليما بتسديدة جميلة سكنت الشباك المد الهجومي استمر بعدها مبخوت القائد ينفرد ويسدد ويعلن عن التقدم بالهدف الثالث بعدها الهداف رد على الهداف ليما من جديد يسجل الثاني له والرابع للأبيض وبذلك المهمة الأولى تنتهي بنجاح كبير لكن المهمة الأكبر ما زالت في أرضية الملعب والموعد المقبل سيكون يوم الاثنين أمام تايلاند ترجمة نانسي قنقر مباراة كبيرة استطاع فيها المنتخب الإماراتي تخطي الامتحان الأول والاختبار المهم بالنسبة للمنتخب وجاءت كذلك هدية من اندونيسيا أمام تايلاند حيث انتهى اللغاء هناك بالتعادل الإيجابي وهذا ما جعل منتخبنا الإماراتي في المركز الثاني بحثا عن الصدارة بإذن الله في المباريات القادمة أبو خليفة مباراة مهمة جدا تحدثنا أن الفوز فيها مهم لعدة عوامل ستنهي أنت صورة سلبية طلعت فيها ستتحسن في جدول الترتيب كنا نأمل بالمركز الثالث ذهبنا إلى الثاني أطيات كثيرة كنا نحتاجها قبل المباراة تحققت من خلال رباعية وثلاثة نقاط بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة نحمد الله على الفوز وممكن نقول أنها بدأنا مرحلة جديدة في تاريخ المنتخب بدأنا مرحلة في شكل المنتخب في الأداء في الانسجام الموجود داخل الملعب اليوم من الزمان ما شفنا المنتخب يلعب بالانسجام يلعب بهذا الشكل في المنتخب التوليفة سيد ماربك بدأ بها المباراة أعتقد أنها كانت منسجمة بشكل كبير حتى في التغييرات التي صارت لاحظنا أن البودلاء دخلوا وكلهم أضافوا وكلهم كانوا عناصر مؤثرة بالتالي نحن نبني على هذه المباراة نظرة للمستقبل قبل المباراة اليوم كنا نسمع بس كل أفكارنا على الأنباء التي كانت توصلنا عن المنتخب والشكل المنتخب والمباراة التي لعبها ضد الأردن طبعا ما كانت منقولة وما كانت مذاعة كل هذه الأمور اليوم أعتقد أننا شفنا جزء كبير من العمل الذي قام بفان مارب وكل لاعبين قاموا بعمل كبير جدا جدا اليوم تتلعب فيها درجة الحرارة هذه والحمد لله رب العالمي أنك كنت لا عندك حالات شد عضلي لا عندك إصابات لا عندك أمور كذا في جو حار صرورة رطوبة مرتفعة كل هذه الأمور كلها يعني أعطتنا أعطتنا مؤشر جيد على فترة العمل السابقة نرجع للشكل المنتخب نفسه اليوم كنا متأكدين من الشكل الهجومي لأننا بناء على المباراة السابقة كنا متأكدين من الشكل الهجومي وأننا هناك في شكل هجومي نحن تعودنا على المنتخب السابق تعودنا على الشكل الهجومي أيام عموري وإحمد خليل ومبخوت تعودنا على الشكل الهجومي الجمهور الإمارات أصبح ذواق للشكل الهجومي بالتالي في كل الفترات المدربين كانوا يحاولون أن المنتخب يلعب بشكل دفاعي ما كان الشارع الرياضي يتقبل شكل المنتخب بشكل دفاعي نحن لعبين عندهم ميول هجومية كبيرة نحن لعبين طول تكوين منتخب الإمارات من أيام بدايات التكوين من أيام كابتن سهيل وسالم بوشنين إلى وصلنا اليوم مرحلة عليم بخوت والشباب الياه نحن نتعود أن منتخب الإمارات دائما نتعودين على شكل الهجومي نتعودين على الأمور بالتالي صحيح أن المباراة انتهت أربعة صفر لكن هناك كان في عمل هجومي كبير يمكن نتيجة خادعة أو عماء شوي لأنها ثلاثة أقوال تسجلت في آخر المباراة كانت نتيجة واحد صفر لكن أنا متأكد أن بان مربك لعب على جزئيات معينة في المباراة هذه لأنه عنده أربعة مباريات لابد أن تكون عنده ذخيرة من الخطط الفنية لمواجهات القادمة بالتالي اليوم لعب يمكن الشوط الأول الفريق كان مترابط ماسك الكرة يسير المباراة حسب ما يبغيها سجل هدف في دقيقة 19 تقريبا انتظر ردة فعل الفريق الماليزي التي كانت في الشوط الأول على فترات متباعدة هناك ردات فعل فترات متباعدة لكن لقى الفريق كان واقف وطلع من الشوط الأول بهدف وهذه كانت نتيجة إيجابية جدا أن تبدأ التصفيات بهذا الشكل على العموم حتى أعطي الخوان تكلموني وابدون رأيهم فيها أنا أعتقد أن اليوم الشكل الذي ظهر في المنتخب أعطى أكثر حالة من التفاؤل للشارع الرياضي في المباراة القادمة في المباراة القادمة كل مباراة ستكون أصعب على السابقة وهذا شيء طبيعي لأن الآن المنافسين صحيح لأن توجهت جرس انذار للمنافسين أنك جاهز أنك تقادم بقوة أنك كذا فاليوم كل مباراة ستكون أصعب لكن كبداية كبداية نشد على أيدي اللاعبين وعلى الجهاز الإداري والجهاز الفني بالأساس على عملهم الذي قاموا بها على الفترة الماضية وننتظر منهم أكثر في المباراة القادمة إن شاء الله أداة كبيرة بخيط خاصة من المهاجمين نتحدث اليوم مبخوت الهواية المفضلة بالنسبة له هز الشباك نيمة يعني هداف جديد ينضم أول هدفين له على المستوى الدولي والملعب يعرفه تماما لما يوجه رسالة لجماهير الإمارات بيكملها أن يطرق قلوب الإماراتين كلها بعد ما يعني عشقوا الوصلاوية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية نبارك الفوز للشعب الإمارات وقادتنا الكرام الفوز هذا طبعا أثلك صدور الجميع المتابعين طبعا للمتخب الوطني أعتقد أن يمكن نتكلم بوخليفة عن موضوع الجانب الهجومي بالنسبة للفريغ الانتخب الإماراتي ولكن أعتقد أن يمكن النقطة البارزة هي الكابتن عليما بخوت في المنتخب الوطني حاليا الطريقة اللعب والنجاعة الموجودة فيه نقطة نجاعة على أساس أن يكون سنمير منتبل النقطة هذه فطبعا أعتقد أنه كعنصر بارز كقايد يقود الفريغ بشكل واضح رضج كبير بالفعل لاعب تحس بأن هو الذي يقود الفريغ بالنسبة للمنتخب الوطني ويجد لا يأخذ الأمور بطريقة جدية في المباراة ولكن نحن لا نخص حق أو المجود الذي يبدوه الفريغ والمنتخب الوطني وجود سيد مارفك في نقطة يمكن الفوز هذا يجعل الكثير متفاعل يكون فرحان بالنسبة الفريغ ونتيجة عريضة وهداف كبيرة ولكن بالنسبة للمنتخب الوطني أتوقع أن حتى طريقة اللعب كان فيها من الحذر بخليف لو لاحظت أنه فريغ المنتخب الوطني أمام من دونيسيا ونلعب بمهاجم واحد لا يوجد خطة هجومية رائحين لكن هناك هدوء والصبر على المنتخب الماليزي أو عدم انتظار المفاجأة التي تكون من المنتخب الماليزي فلاحظت المباراة بهذا المنحة ولكن الأهداف التي طبعا أعطت المجانب الأخير حتى تتكلم بخليف أن الأهداف هي آخر الشوط الثاني أتوقع أن لا نسأ أنا مش متشام ولكن لا ننظر بالمباراة الأولى بهذه الطريقة لا نبالغ في الفرحة لا نبغي نحن نكون على أرض الواقع نحط ريولنا على الأرض ونرى ما انتخبنا وين واصل في الفترة الياية والفوز طبعا أكيد مفرح والفوز معنوي ودافع معنوي كبير بالإضافة للنتيجة الإيجابية التي حققها منتخب اندونيسيا وفريق تايلند بالتعادل فأعتقد أن نتيجة مفرحة جدا تخلي الجانب الفوز على برد وان شاء الله ننظر للمباراة بالنسبة لليمة وعلي مبخوت مجهود كبير وليمة طبعا تسجيل يعطيهم دفعة معنوية كبيرة لأنه الفترة يمكن اللعب من التخب الوطني ما كان واضح لما نعرف في نادي الوصول لكن هذا تسجيل الهدف هو الذي يعطيه إن شاء الله الفترة الهائية الطاقة يعطيه الجانب الإيجابي والروح النفسية يكون جانب إيجابي بالنسبة لأنه يبدل أكثر في المباراة الهائية طبعا اللعب دائما الهداف لا ترفع نوعاتهم ويكون حاضرين في المباراة الهائية كابتن سمير قراءة فنية ممتازة من فان مارفك لمجريات الأمور الأمور صعبة ما هي بالسهولة أنك أنت بتواجه منتخب عليك ضغوط كبيرة حتى اليوم الجمهور كان ممكن يكون ضغط سلبي عليك لغدر الله لو استقبلت هدف في بداية المباراة حسب حسابات كل هذه الأمور فان مارفك واستطاع أن يسير المباراة كما يريد لنهايتها طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أول شي بركوا الفوز لكل الجماهير المنتخب يعني بصراحة فوز مهم جدا نثمنوه كمخرج مهم جدا على الاجتهادات الليدرية التي صارت والترميم الفني في الفترة التي فاتت من مارفك خاصة ممكن فنية المباراة سكور يعطيك انتباع أنها مباراة سهلة لكن ليس صحيحة لأنه على المستوى الذهني كانت كثير عوامل شفنا شوية قلة ثقة موجودة في اللاعبة ممكن شوفنا ليه مارشوت الأول خلفين غياب كامل لكن فيه تعليمات مهمة جدا نقراها من الملعب ممكن الكابتن مارفك لأنه بصراحة بيين أنه عنده حنكة كبيرة في تسيير المعطيات الصغيرة هذه لأنه تقريبا نرى تصريحات المنتخب الماليزيا قبل المباراة صحيح نعم لكن خلنت عمق وفنين في الشكل شكل المارفك 4-2-3-1 زي العادة ماليزيا 4-1-4-1 تينغ هاي مجهز يعني فيه حاجات في الملعب مشوفنا هم مباراة لفيت ونرجع لهم لكن خلنا نحكي على مارفك أول شي لأنه فيها كثير حاجات إيجابية ممكن السلبية الوحيدة نشوفها في المباراة هو تأخر الهدف الثاني إخوة إبراهيم يعني اليوم تأخر الهدف الثاني يعني شوفناه في دقيقة 81 نجعل الهجومية ممكن كانت فيها شوية لأنه كثير فرص طيب ما تجسمتش تفضل نعم مع التأخر أنا توقعت أنك تحدث عن كذلك تأخر التبديل يمكن كثير تحدث عن يعني نوعا ما رطوبة عالية لعيبة بعيد عن مستوام يعني أنت اليوم بنفسك قلت خلفان خارج الفورما اليوم بالضبط لك هنا يا أخو إبراهيم شفنا كثير من تمريرات على المستوى الخلفي للخط يعني لم نرى عبدالله رمضان يحاول يدور بالكرة لم نرى إلى ما تكون شكل مضمون سالمين بعد نفس الشيء يعني حب يحرم المنتخب الماليزي من الكرة منتخب الماليزي جاهز والدليل اللعب صفاوي رقم 11 هو أخطر لعب في المنتخب الماليزي يعني كرة ثابتة سرعة المدرب كان يوظفوا الشوط الأول كتلة قوية لكن في سنة الكرة أخوة إبراهيم الكتلة هذه يمتخذ عليها الكرة وتبلي الهجمة وتكثر من التمرير الكتلة هذه نسمىها بن قوسين يصير فيها انسهار الشوط الثاني يعني ممكن شوفنا قلنا كايو أعطيه الفارق شوفنا لعبة لدخل لكن ممكن لو غيرنا أدوار لو كايو كان الشوط الأول وتخلي إبراهيم الشوط الثاني يقوله لا إبراهيم أعطيه الإضافة لا فيه معطيات كانت موجودة أي لعب نتصور ونزل الشوط الثاني مع التفكك متع الكتلة متع المنتخب الماليزي ممكن نقشوفه كم كبير من الفرص وهذا اللي صار الشوط الثاني لأنه شوف تقريبا حتى في الرأي العام كان فيه نقط بين قوسين على الشوط الأول هذه الكرة يعني الناس الكل الحين تعرف الدافع سهل أربعة واحد أربعة واحد كتلة متجانسة مفيش مساحات كثيرة شوفنا الحل الوحيد لخلقه المنتخب الإماراتي على كرة طويلة بالضبط نسميه لينك جزراوي نحكي تكتكيا في الرابط بين رمضان وبين مبخوت فهمين بعض رمضان وقف الكرة مبخوت طلب في المكان الصح الهدوء تعليم مبخوت رقم الحذر الكبير من المدرب الماليزي على فكرة ذكر اسم علي مبخوت في المؤتمر الصحفي خمس مرات أكثر من أي اسم آخر بالنسبة لا للاعبين فريقة ولا يعني ركز على مبخوت وذكره كرارا ومرارا حذر لاعبينه وقال أن المنتخب الإماراتي يمتلك مبخوت علينا الحذر منه الكابتن عليه مبخوت يعني ممكن الوقت المناسب أننا نقيمه نعطي قيمة الملاعبي هذا كفنين اللاعب هذا فيه شيء من الهدوء الذي يتحصله عن طينة اللاعبة الكبر يعني تشوف الكنترول متع الشوت الأول الهدوء الفينيشينج حاجة مش سهلة الهدوء متاعه حتى في الحياة متاع السوشال ميديا نحكينا علينا بخوت كم مرة صار النقط يعني من السوشال ميديا الناس كل تنقض في علينا بخوت هدوء كامل ما فيش ولا رياكشن تسمى كان علينا بخوت في الملعب يسجل الأهداف بكل هدوء اليوم علينا بخوت بصراحة قيمة فنية ثابتة وبعدين نعرفه قيمته بالتاريخ لأنه نسمى لجند الكرة الإماراتية تقصد يعني خلينا نقول هدوء كبير داخل وخارج الملعب وهذا ينعكس على تكوينه اليوم كلاعب ونجم كبير جدا وعلى بعد أنه يعني يحطم كل الأرقام متوقع كمهاجم خصال يعني ترجم لك الأرقام الموجودة لأنم الأهداف هذه وطريقة الفينيشينج والهدوء يبغى لها الكاركتر هذا لنشوفه على الملعبية نقطة اشتراك عن تلعبها الكبار خاصة المهاجمين الكبار خطوة مهمة جدا خطوة مهمة جدا فم حنكة كبيرة من مارفك نثمن التكاتف الكبير اللي كان موجود من الاتحاد من الجمهور الحاجات شوفناهم في الملعب اليوم يعني حاجات إيجابية بكل المعطيات إن شاء الله نبنيوا عليها في المباراة الجاية المنتخب الحين في الطريق الصحيح لأنها أول مباراة على المستوى الذهني قلنا صعبة وصعبة جدا شوفنا بعض الفرص شوط الأول كانت يعني فيه شيء تجسيم اللي كان لازم لكن نتصور على طريق الصحيح ونصور للمباراة الجاية راح أتأكد هذا لأنه في الآخر ممكن أخوة إبراهيم ما نتوارش عليك هذه نسواه حلقة التواصل لأنه ما نذكره نتيجة الهند ستة نذكره نتيجة الأوردن خمسة نسلمه كيف نلعبه مع منتخب الهند لهم منتخب الهند تقريبا اللعب على منتخب القطري مش عامل سكور كبير بهزوم بس بسكور بسي تقريب في مينة أو ثلاثة ما نتعبقى المباراة لكن نوريك الحنكة ما نعرف في الخيار المنافسين والتدرج كيف منتخب المباراة العراق كان في تركيز على الجنب الدفاعي التطور على المستوى الهجومي حالة المنتخب في أحسن حالات مخرجات لإجتهاد فني إجتهاد إداري شيء يثمن ونتمنى لشيء هذا يتواصل ويعطي أكله على مستوى الترتيب والترشح بخليفة تحدثت عن دور اتحاد الإمارات لكرة الغدم في الحلقة الماضية في كذلك توفير البيئة المناسبة اليوم وصلتنا رسائل كثير إيجابية من الجماهير تحديدا بما لقوا من معاملة يعني طيبة ودخول سلس كل واحد موجود في مقعدة متوفرها الوجبات متوفرها المياه كل هذه أمور لوجستية مهمة جدا أن أنت اليوم توفر سلاسة كبيرة جدا علم أن كذلك الجمهور الماليزي اللي دخل لقى نفس المعاملة ولقى نفس الاحترام ونفس التقديد لأنه في النهاية على أرض خير أرض دولة الإمارات أعتقد أن الفترة الماضية فترة هدوء واستقرار كثير يعني نحن لاحظنا من على أقل نقول أخر سبوعين أو أخر ثلاث أسابيع من نهاية الموسم إلى اليوم كفترة هدوء وفترة عمل هناك فريق عمل في الاتحاد يعمل أعتقد بصمت ويمكن في آخر اجتماع مجلس إدارة مجلس إدارة برأس الشيخ راشد ثمن دور الفريق هذا فريق العمل في العمل في مباراة النهائية لكأس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة نعم وهذا طبعا اليوم نجاح هذا مستمر إلى التصفيات هذه أعتقد الاتحاد من يوم استضاف هذه التصفيات أو المباراة المتبقية من هذه المجموعة أعتقد أن حاسب حساب كل الأمور هذه اليوم الفقاعة كلها والفرق الموجود في الفقاعة وهذا عمل كبير عمل دقيق عمل مهم عمل فيه كثير من الجزئيات لأنه كنت ممكن جزئية تفسد العمل كلها كامل صحيح اليوم غريبة الاتحاد يوفر للجماهير كل هذه السبل والشيء الثاني نأخذها من ناحية إيجابية من ناحية الجماهير هناك التزام كامل اليوم وصلنا الحمد على مستوى الشارع العام الشارع الرياضي وحتى الشارع العام في دولة الإمارات نحن ملتزمين بكل الإجراءات وما لا نرى في دول ثانية عدم التزام بإجراءات احترازية لا اليوم في أي مكان تكون موجود تشوف الكبير والصغير الكل ملتزم لا يوجد حالات خروج على النص بالتالي اليوم المهمة من الجهتين سهلة من ناحية الاتحاد ومن ناحية الجماهير هناك اتفاق هناك رغبة من الجماهير في العودة هناك رغبة من الاتحاد في دخول الجماهير هناك رغبة من الكل في الوقوف خلف المنتخب كل هذه بالتالي اليوم فترة الاستقرار استقرار في المنتخب استقرار في العمل الإداري هدوء في جميع الاجراءات بروتوكولات موجودة اجتماعات كنا نشوفها مع مختلف الجهات التنظيمية التي تخص المبارا الشرطة السعاف نعم نادي الوصل كل الجهات هذه نشوف اجتماعات ونشوفها كانت تطلع في الإعلام بشكل ماستمر بالتالي اليوم هذه أول مباراة أعطتنا دافع إجاب لا أعطتنا حالة أكثر من التفاول مثلا اخوان تكلموا عن المباراة وتكلمت كابتال سامير عن الأمور الفنية لكن أعتقد أنت اليوم كنت تشوف المنتخب يفوز بالأربعة ولو أن الفوز متأخر لكن هذه من زمان لم نرى مباراة رسمية ومباراة ودية لكن تذكرني في آخر مباراة فزنا فيها بالأربعة وهذا يمكن تصار لها سنوات طويلة هذه حالة فنية مثل هذه الحالة الموجودة في المنتخب طبعا نحن لم نصل للحالة التي نريدها لكن الحالة الفنية اليوم موجودة فيها هذه الحالة الأفضل من سنوات كذلك نحن لا نقول أن وصلنا إلى أحسن حالة ولا نقول خلاص التصفيات انتهت ولا نقول صعدنا ولا نقول كذا لكن اليوم لابد أن نشير إلى التغير الذي حدث وتغير تغير للأحسن اليوم لاعبين موجودين في المنتخب يلاعب مثل عبدالرمضان نجم المنتخب اليوم لاعب صغير في السن يلعب بثقة كبيرة يلعب مع لاعب يكون 36 سنة وليد عباس هذه التوليفة في المنتخب هناك الخبرة هناك الشباب هناك العناصر المهمة كلها موجودة كلها هذه يعني يعني يعطت شكل مميز للمنتخب كنا في كثير من البطولات نبحث عن شكل المنتخب وكنا نقول وين شكل المنتخب ومال واللعب بلا شكل وكذا اليوم النقطة التي شار لها كابتن سامير يعني أن الشيط الأول المنتخب كان مسيطر على مستوى التمريرات وعلى مستوى كذا أعتقد أن هذه نقطة إيجابية جدا وهذه نتاج الأعمال الذي كان في الدورية فأكيد نعم صحيح فاليوم هذه كلها أمور أمور الحمد لله دورينا وقلنا قبل هذا دورينا بمستوى رفع من مستوى لعبي المنتخب لأن مستوى المبريات كان مستوى عالي رتم عالي المنافسات أمور هذا اليوم شاهدناها اليوم في العلاق بخيت أنت لاعب مريت في ظروف مشابهة كانت عليكم ضغوط كبير لعبت في المنتخب في فترات طويلة جدا مرت عليكم ضغوط مشابهة ولكن كان هناك عمل كبير جدا ودائما كان جمهور الإمارات دافع كبير لأنكم تتخطون الصعاب اللاعب من مثل المشجع يش بريحية أنا لعب مع اندنيسيا بفوز عليه وانتهى الموضوع أنا لعب مع ماليزيا أنا لعب مع فيتنام الأمور تختلف بالنسبة لكم كلعيبة في أرضي الملعب شرح للساد المشاهدين يعني الشعور الذي يحس به اللاعب قبل هذه المواجهات التي تعتبر مصيرية اليوم طبعا أول شيء أهم نقطة اليوم الشيء المفرح اليوم في المبارا وتواجد الجماهير وعطشهم وتواجدهم في الملعب وتحس لهم مثل ما تقول وله للعودة للملعب وتحجيع اللبيض الإماراتي أما بالنسبة للعيبة طبعا اللعبة أي بطولة رسمية يدخل فيها اللاعب مهما كانت أسامي الفرح التخبات الموجودة في ضغط عبد الرحمن كبير على اللاعب خاصة إذا كنت ما تلعب بريحية أنت حاليا في وضع محتاج النقاط أنت في المباراة كنت تبغي الفوز وما في بديل أنت هنا تخيل ضغط المباراة فوق ضغط أنك محتاج أن تفوز في المباراة هذه هذه الأمور تلاشت من بعد صفارة الحكم لاحظت أن اللاعب بالفعل كنت تكلم عن عبدالله رمضان يلعب بكل ثقة ورياحية في نصف الملعب تكلمت عنه مبخوت وحضوره ووجوده كقائد تكلم عن وليد تكلم عن شاهين خط الدفاع يمكننا ما تكلمنا عن الجماعة في خط الدفاع عملهم مباراة كبيرة جدا وشاهين كان يطالب في الشارع الرياضي باستمرار أن يتواجد في المنتخب وشاهين في فترة من الفترات مع الدرب السابق كانت مشاكل بالنسبة أنه يكون في المنتخب وما يكون في المنتخب يلعب أو ما يلعب مثلا ينضم أو ما ينضم في فترة حاليا شاهين أساسي في المنتخب الوطني بعد الأمور التي حصلت بالنسبة لشاهين قبل وأدى من مستوى عالي وشاهين أصلا صار لفترة ومستوى ثابت في خط الدفاع وكان الكل مطالب فيه لكن كل وقته كلاعب واللاعب دائما لعب المنتخب دائما يجب أن يكون صبور يكون عنده شغل وجاهز متى ما كان شرف للسعيد هذا هو متى ما استدعي ولكن نقول لحنا كلاعيبة الضغوطات اليوم تكلم عليخ صيف عن موضوع الرطوبة في الملعب الرطوبة الصراحة يعني الشيء فضيع اليوم زايد بزودة يعني الرطوبة بعد من غير الأيام العادية فبالتالي أنت تلعب ولكن حتى الفريق الثاني علي ضغط الرطوبة لكن سمعنا تصريح كابتن عليخ صيف يقول نحن ماذا لا تكون رطوبة علينا فقط على الفريق صحيح فبالتالي ضغوطات كثيرة أنك تلعب أمام فريق لازم تفوز فيه فهذه بروحها ضغط ثاني على اللعيبة واللعيبة طبعا من خلال تواجدهم في الملعب وجهازيتهم كلعيبة جهازية من خلال اللياقة البدنية تفضل بخليفه وقال الدوري طلع من اللعيبة هذه شكل كبير بالإضافة لشغل سيد مارفك الشغل النفسي الشغل التكتيكي اللياقة البدنية بالنسبة للتجهيز الفريق في الفترة هذه فترة المعسكر هذه كل أمور خلت الفريق يطلع بطريقة مريحة للمتابع أو مثلا للشارع الإماراتي الذي يتابع المنتخب الواطني بكل الشغف وأعتقد أن هذه الأمور أدت بالنتيجة الإيجابية وما كان أمور سهلة أمور صعبة جدا بالنسبة أن أنك تحضر فريق ظل الضغوط الموجودة ويكون طبعا يطلع بهذه الطريقة وإن شاء الله أتمنى الاستمرارية بالنسبة للمنتخب الوطني في المباراة الجاي إن شاء الله والمباراة القادمة إن شاء الله فأعتقد أن هم قدها وهم كلعيبة خلاص وصلوا للنضوج حسيت أن اللعيبة بالفعل عندهم النضوج عندهم الفكر أن طبعا عليهم مسؤولية لازم الإماراتي من الأسماء التي تم تجنيسها بكل صراحة اليوم نحن نملك ثلاث أسماء ولا يخفى على أحد من اللاعبين الذين يكملوا فترات طويلة في الدوري الإماراتي هل استفاد فان ميرفك من وجودهم فنيا حتى على اليوم مقاعد البدلاء رأينا كايو دخل بديل ولكن صنع الفارق رأينا اليوم سجل هدفين قياب تيقاري ما زال مستمر ولكن متى ما احتاج لك هداف غناص لعيبة الثانيين الموجودين لكن أنا أرى وجود ثلاثة لعيبة هذة عندهم الأثر الإيجابي على المجموعة كاملة نفسر لماذا ممكن فانيين نعرفون اللعب القيمة الفنية هذا وكواليتي كشوف الأهداف التي سجلها في لقوات الحاس ما تصرف متاع ولو أنه ما نش قاعد نشوفه في لماذا نفس لماذا الوصل في المنتخب هذه نقطة نمشي الكايو وممكن عامل اللي ساب خلال ملاعبي هذا ما هو في أحسن حالاته قاعد يرجع تدريجيا ممكن حالة العين بعد موسم سيئ يعني إذا كان كايو يقيم روحه كقيمة تسويقية نتصور مقارنة بالموسم من اللي فات القيمة تسويقية داون على الأخر لهذا لازم يرجع روحه لأنه كوجوده في منتخب ولا في نادي كبير كالعين مطالب أنه يعطي أكثر إذا كان نخذيناه في نسخة محترف ولو أنه اليوم يعتبر لعب مواطن حتى نحسبوك لعب مواطن لا أحتاج إضافة كبيرة إذا كان أنت في بروفايل لعب محترف وتجنس نمشي لتقالي تقالي ظروف النصر والظروف العامة الموجودة والتغيير المدربين تقالي تحسوا ليس مرتاح في النصر لكن أنا حسيت في إضافة الإضافة فين بالضبط في منافس مبخوت بالضبط عمل ضغط بالضبط في فرق يعني ثلاث لعيب الموجودين في منافس قوية كل مركز لمنافس يعني كايو مثلا نلعب خليل إبراهيم بدال كايو ففي ضغط من كايو حتى اللي يلعب في المركز نفس هذا نبدأ نفسه في نقطة تختلف شوية مثلا نحكيو على كايو نحكيو على ليما ينافسوا في لعبة الرواق اللي هو عندك خيارات كبيرة موجودة كثير لعبة أرواق موجودة يعني يوم تشوف الدوري حصل خيارات متعددة يوم تبشي رأس حربة اللي هو مبخوت الوحيد موجود مبخوت يعني نشوفه في فترة اللي فاتت ما فيش منافسة أصلا تقريبا مبخوت اللعب المواطن الوحيد المهاجم اللي يقول هو كواليتي كبيرة ما فيش منافسة يعني مبخوت لازم يكون أساسي في المنتخب معناش ولا مهاجم مثلين ضمن المواطنين الموجودين بالضبط ما فينا في فترة من الفترات خلنا نتكلم صراحة كان أحمد خليل يعني هو اللي موجود في الساحة وأحمد خليل كقيمة فنية حقق يعني أفضل لعب في آسيا ولكن في فترة بسيطة جدا تبخر لعب كبير بالنسبة لنا بالضبط نشوف الظروف العشاء أحمد خليل يخلي مبخوت أنه بروحه ما فيش مهاجم يعني ثابت في أي تشكيلة من أي الفرق الكبار الأربعة والخمسة الموجودين في الدورة أنه أساسي ويهدف يعني ممكن نشوفه احتياطيين يعطيه في إضافة كما قلنا هذه ضريبة استقطاب المهاجمين لجانب لكن دورتي قالي كان في دفع يعني في الخفاء يعني يخلي مبخوت أنه مركز أكثر يخلي مبخوت سبورتي نسميها هذا تأثير تيقالي في الموجود لكن كما قلنا فنيا إذا نحب لعبة على مستوى تجنيس نحب كلتي أقوى من هكا وهذا كما قلنا نرجع المشروع المقيمين اللي مطروح الحين لأنني حسب معرفتي على موضوع الفيفا لازم اللاعب يكون أقل شيء خمسة سنين موجود في الدولة هذا من المعايير التي كانت متوفرة في تيقالي الذي كان هدف الدوري في كاي وفي لبن علما أن التجنيس في الفترة هذه كان قبل تأجيل التصويات يعني كان خلينا نقول علاج مباشر حقنا مباشرة سريعة لأن كنت بتلعب المباريات لكن تم التأجيل والتأجيل استمر لجائحة ما يقالب سنة بس خوة إبراهيم احنا في وقت ملوقات نخذينا الموضوع هذا بحساسية شوي كيف تجنيس ومتجنيس لكن هذه ظهرة نحبه لأن أكرهه موجودة في العالم كامل صحيح ودليل المنتخب فرنسا نص المنتخب تحسوا أصول إفريقية يعني من حقك كهيكل إيداري كهيكل فني كطموح أنك لازم تكون رقم واحد وكدولة تستقطب كمية كبيرة وعدد كبير من المقيمين يعني من حقك أنت تختار النوائية والكواليتي وتصنع منتخب قوي حتى المنتخبات الموافزة التي تحاليا وعندهم تجنيس صحيح وإندونيسيا والماليزيا اليوم كثير من الجنسين أنا راح أذهب إلى المؤتمر الصحفي للسيد فان ماربك وبعدها راح نعود لنعقب سعيد جدا بالفوز بأول مباراة من أصل أربع مباريات هي بداية جيدة بالنسبة لنا في الشوط الأول أضعنا الكثير من الفرص وفي الشوط الثاني دخلنا بوضعية مختلفة ورائعة جدا بهذه الأجواء يجب أن نلعب الكرة السهلة ونحاول تسجيل الأهداف بشكل عام أن أراض عما قدم من اللاعبين المنتخب التايلندي فريق قوي ويجب أن نركز بشكل كبير ونلعب من أجل تحقيق الفوز طبعا بلا شك تحدث بإجاز سيد فان مارفك عن هذه المباراة وسعيد جدا بالانتصار وكذلك سعيد بتواجد جماهير يعني منتخب الإمارات في هذا المحفل الكبير تغيرات واضحة جدا في سلوب حتى فان مارفك في يعني فان مارفك المنتخب الحالي ما هو فان مارفك الذي في المنتخب السابق بأمور كثيرة فان مارفك في يوم من الأيام يعني أنا أذكر الموضوع تماما في وحدة من المباريات تم في صالة الترانزيت وذهب إلى بلده في يومها يعني كنا في مباراة كانت خارج الدولة اليوم الأمور تغيرت فان مارفك مختلف تماما ما هو اللي كان موجود معنا خلينا نتفق شي يعني بان مارفك مدرب كبير ومدرب صاحب خبرة وصاحب سمعة وصل كاس العالم مرتين صحيح ومنتخب بلاده ومع أستراليا وهذا اللي وضع فيه ثقة التحاد الإمارات لكرة الغدم لاتحادين مختلفين تماما نعم لا تنسى حتى مع فترة اللي كان موجود فيها في السعودية كذلك وصل مع المنتخب السعودي صحيح قبل أن يقال ويذهب إلى أستراليا ويذهب معهم بكاس العالم بالتالي اليوم بان مارفك كقيمة فنية عالية لكن اللي يتغير هو أسلوب العمل يمكن نحن لاحظنا في الفترة الماضية أنا بان مارفك موجود متابع مباريات الدوري ونشوفه يتنقل من ملعب إلى ملعب يشوف اللاعبين صحيح اليوم هذا شيء يأثر على الخيارات الفنية التي بان مارفك يعني خيارات المنتخب الأسماء راقب اللاعبين في أكثر من المباراة يعني باندر اليوم وين عرف أنه باندر ممكن يلعب ظهير باندر ما سبق أنه في المنتخب يلعب ظهير نعم لأنه دليل أنه شاف مباريات العين وشاف يعني مدرب العين السابق أنه يستخدم باندر في هذه الخانة بالتالي هذا اليوم وجوده وطريقة عمله المختلفة السابقة أثرت على خياراته في الملعب وبالتالي حتى اليوم أنت يمكن ترى إدارة المباراة يعني إدارة المباراة هذه إدارة مختلفة عن السابق السابق كان يمكن يحتمد على مساعدين ويعتمد على آخرين في اختيار الأسماء وبالتالي كنا نرى في الكلام الذي قال بالثاني أنه لا نرى شاهين مثلا شارع رياضي طالب شاهين وشاهين لا يكون موجود في المنتخب اليوم شاهين دخل المنتخب ودخل أساسي في المنتخب فأنت اليوم نظرته نظرة الفنية لللاعبين نظرته هي التي اختلفت وهي التي تواجد في الدولة أعطاه فرصة أكثر لراقب اللاعبين في المباريات ويشوفهم ويشوفهم أكثر من مرة ويوقف على مستوى كل لاعب موجود اليوم بالتالي اليوم التشكيلة التي ترى اليوم التشكيلة فيها خليط من كل الأندية تقريبا موجودين نحن توقعنا بالصراحة توقعنا أنني يعتمد بشكل كبير على اللاعبين الجزيرة لكن اليوم صحيح أن نحن موجودين لكن ليس بالعدد الذي كنا في الأساسيين يكونوا موجودين في الأساسيين لكن المهم أن كنت اليوم خلقت من المجموعة هذه كلها توليفة مناسبة في الملعب تدخلات شيء الثاني تدخلات في الشوط الثاني اليوم أنت لاحظ أن يوم دخل كايو أصبح عندك أكثر نزأة هجومية لا أكثر نزأة هجومية في الفريق تبادل المراكز بين كايو بين علي مبخوت وبين ليما وكانت فيه كرة بين كايو وليما ذكرتنا بالثنائي الثنائي يوم كان في الوسط يعني هو عارف ليما وين موجود وكايو وهذا ملعب المفضل يعني حين يجع الوصل ولا ليما يروح لا بس هم حافظين بعض ثلاثين حافظين بعض ثلاثين حافظين بعض يعني خلنا نقول وهو مغمض في المكان معين طيب فبالتالي اليوم هذه التغييرات اللي صارت رغم أن يعني في وقت من الأوقات كان يقول ليش المدرب ما استخدم خمس تغييرات يعني حرارة الجو والرطوبة يستخدم خمس سنة بس أعتقد أنه يحاول يحافظ على هيكل الفريق نعم بدون ما يمس يعني بأي ما يصبح دروب في الفريق وبالتالي شفنا هذا الشيء أنه وصل لنهاية المباراة وقدر الفريق يسجل ثلاث أهداف في نهاية المباراة يعني لو كان بعد يمكن في وقت أكثر يمكن تشوف لأن النتيجة أكثر نحن نذهب إلى لقاءات ما بعد المباراة ونعود بعدها الحمد الله أتوقع اليوم بداية مبشرة بالخير نتمنى إن شاء الله نواصل على نفس المردود أتوقع اليوم الشباب أدوا بشكل جيد حاليا خلصنا المباراة ركز المباراة اللي بعدها لأن المباراة بعدها رح تكون صعبة مع تايلند وبدن الله إن شاء الله قادرين نواصل على نفس النهجة إن شاء الله حابين نشكر أول شيء اللعيبة على هذا المجهود والجمهور يزاهم الله بخير زادوا النحو وافز نسمو أقلت بداية المشوار ثلاثة نقاط باقي تسع نقاط نركز في الياء نفرح اليوم ونركز في الياء إن شاء الله هدفنا إن شاء الله المركز اللي أول هذا شيء أكيد كل فريق يحاول يفرض سلوبه قدرنا نفرض سلوبنا في الشوطة الأول بعضها وفي الشوطة الثانية أكثر وهذا اللي فرق ينا ثلاثة نقاط مهمة بالنسبة نحن نداخلي مبارات اليوم كل مباراة يعني كأنها نهائي لأن إذا أنت في استوديوم خسرت بكرة كأنك ما سويت أي شيء نتبع تعليمات المدرب نحاول نطبقت اللي قول المدرب الحمد لله إن شاء الله أن المباريات الياء تكون أفضل من اليوم ننسى الفوز اليوم عشان نقدر نقدم أفضل من اليوم صراحة فهذا اللي نحن نبغي يعني إن كل مباراة نهائية عشان نقدر نقدر نتأهل يعني يكون التأهل سهل بالنسبة لنا طبيعي إذا أنت تستحوذ على الكرة والفريق الخصم هو اللي يركض طبيعي بيكون يعني بيفقدون مجهود وإنت بتكون الأفضل يعني هذا اللي نحن كنا نفكر فيه وطبقناه والحمد لله حصل وأرد أقولها نحن لازم ننسى صفحة اليوم نفكر في اليوم إن شاء الله أصعب وهم إن شاء الله أننا نقدر نقدر نقدم الأفضل من اليوم إن شاء الله طبيعي نحن افتقدنا صراحة الجمهور وكان حافظ لنا وما قصروا اليوم صراحة بعد الجو عليهم متعب لكن نحن يعني أكثر لكن ما قصروا إن شاء الله والله يعطيهم تفق اللاعبين أن هذه المباراة ننساها بأفراحة ونذهب لفرحة جديدة بإذن الله أمام المنتخب التايلندي نبحث عن ثلاث نقاط من جديد كابتن سبير يعني أهم شيء هذا يكون عند اللاعبين في البداية قبل لا يكون حتى يعني موجود في فكر المدرب اليوم الكل يعلم أن هذه مباراة انتهت ثلاث نقاط اخذناها نذهب إلى المنتخب التايلندي اللي نحن نتشارك معه في النقاط ونملك أفضلية أن نحن ننقص مباراة لم نلعبها أنا وهذه نقطة أنه ممكن نحن نبعد منافس بشكل كبير ولا هو المنتخب التايلندي عن فكرة الصعود من الأساس عامل مهم جدا أخي إبراهيم لأنه الكلام سهل يعني يوم يتكلم اللاعب يقول لك خلاص ونفكر أما في الديب متاع المخ هل عن جد عنده الشعور هذا موجود وإلا لا هذا يقعد لحسب الظروف اللي عيشها اللاعب كاملة في الريكوفري في الخطاب المدرب في الخطاب الإيداري اللاعبة في بعضهم خاصة اللاعبة نسمي اللاعبة الخبرة التي كما تكرم أبو ثاني دور كبير كثير في المجموعة خاصة لللعبة الجديدة في المجموعة في لعبة مفاتيح في لعبة خبرة كما علي خصيف يعني هذا سيبورت مثلا حتى للعب اللي قدي مباراة يعني ممكن مش راضي على روحه نشوف خليل إبراهيم ممكن اليوم تصوره مش راضي على الأداء لكن لعب مميز لعب كواليتي في ظروف معينة نتصور السيبورت الكلمة من علي خصيف خليل إبراهيم تسوى لكثير يعني في لعبة مفاتيح كما علي مبخوت هذا جو المجموعة وهذا جو غروس كل ملابس وهو مفتاح من مفاتيح النجاح الضرورية أن المنتخب يتعدل خطوات هذه كل أما خطوة ثقة لكن في نقطة مهمة جدا أخو إبراهيم فنيا حسنا المنتخب التايلاندي ممكن يقدر يكون أشرس من المنتخب الماليزي لأنه شفت الملخص شوية مع مباراة اليوم عناصر السرعة موجودة في الخط الأمامي يعني كما شفنا كما شفنا الشكل منتخب الإماراتي منتخب استحوض في شوية مساحات في الظهر يعني هذه نصور نقاط عارف مارفك شو سيسوي فيها لكن المستذى الذهني أكيد وأكيد جدا لازم كثير كلام ولازم كثير تفاعلات في غرفة الملابس حتى نشوف المنتخب في أحسن حالته يوم مباراة تايلاند نحن كابتن سمير خلانا نطرق باب المنتخب التايلاندي اللي عرق لها اليوم المنتخب الاندونيسي نظيرها المنتخب التايلاندي بالتعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المزدوجة لنهايات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 للمجموعة السابعة على أستاذ المكتوم بنادي النصر وبهذه النتيجة رفع منتخب الأفيال المحاربة رصيده إلى تسعة نقاط في المجموعة السابعة إذن مباراة مهمة كذلك كانت بالمغربة من أستاذ زعبيل ولكن تحديدا في ملعب النصر استطاع فيها المنتخب الاندونيسي يقدم هدية لمن سيصعد في هذه المجموعة لأنه سيتذكر الجميع أن المنتخب الاندونيسي الذي خرج مبكرا من البطولة عرق على المنتخب التايلندي وجعله يخسر مركز الوصيف وبخير تحدث عن هذه الهدية قبل المباراة أنت عليك تخدم نفسك وستتقبل كذلك هدايا من الآخرين في هذه الإذاية وهدية المنتخب الاندونيسي كانت قيمة بالنسبة لها عبد الرحمن قبل السيناريو بالنسبة للمنتخب الوطني الفوز وتلقي الهدايا من الفرق الثاني وهذه الهدية يتك على الطبق من الذهب بالنسبة لأرقلة الفريق الاندونيسي للمنتخب التايلندي أقل شيء أنه جعلت المنتخبين في نفس النقاط قبل بداية المباراة لو فارج اليوم في المنتخب التايلندي تحس أن الوضع بالنسبة لبعد تحس أن الوضع شوي بتعد بالنسبة للفريق التايلندي ولكن مكوذة في نفس النقاط مع منتخبنا الوطني ومنتخب ماليزيا هذا يعطيك أريحية أكثر في المباراة الهدية الريحية هي أنك يوم باتلعب تواجه فريق خسر نقطتين من المباراة التي طافت يختلف عن فريق مثلا يأتي أنك بمعنوية أكبر وفائز في المباراة التي يقابلها فبالتالي هنا طبعا يمكن كابتن سامير تكلم عنه في المنتخب التايلندي عنده أكثر قوة وسرعة بالنسبة للعيبة المنتخب الموجودين في المنتخب تايلند بالإضافة إلى اللعيب المجنثين والمحترفين الموجودين على مستوى عالي لازم تكون حذرين دائما في المباراة لياية أكثر حذرا من كم من المباراة عارف الأوضاح بالنسبة للمنتخب التايلندي ودائما نحن المنتخب التايلندي يوم نلعب أمامه يكون يعملنا بعض المشاكل يعني نسواهم وليس نحين لأنهم سريعين وتكون أنت محذر بشكل جيد فيفاجئونك فالتحضير للنباراة لياية بداية من اللعيبة وطبعا هذا وضع طبيعي لسيد مارفك يكون محذر ولكن اللعيبة هم كنفسية وكالريحي رايحون عمارهم لاستشفاء لأنه عندهم أعتقد ثلاثة أيام صحيح الاستشفاء طبعا والراحة والتركيز حق المباراة لياية هذا عامل جدا مهم والإضافة لأن الجو المفروض نحن نحن نتعود عليه بالنسبة للرطوبة والحرارة نحن نحن نتعودين عليه لكن المفروض يفعل ضرر للفريغ الثاني ويكون يضر للفريغ الثاني أكثر من نحن فأعتقد إن شاء الله المباراة لياية المباراة تايلند التركيز متواجد وإن شاء الله الفريغ يؤدي المباراة على مستوى عالي إن شاء الله الجانب النفسي بخليفي يكون مهم جدا أنت الآن لا لديك فترة كبيرة أن تطبغ تدريبات بشكل أكبر التغييرات التي ستكون حتى في التشكيل أتوقع رح تكون محدودة من السيد فان مارفك خاصة لضيغ الوقت أن تتحدث عن ثلاث أيام رح تلعب مباراة مهمة ما تغل أهمية عن المباراة التي لعبتها شوف عبد الرحمن ما أدغلنا الفرغ تلعب معك بشكل مفتوح يمكن لاحظنا اليوم في التأمير لاحظنا الفرغ اليوم ما تلعب لكن تشوف أنت الشوت الأول كان تكتل من المنتخب الماليزي في الخلف لا يمكن هذا الأساس الهدف هي كرة طويلة إلى مبخوت فنتوقع من المنتخب التايلندي لا يلعب بلعب مفتوح ويعتمد مدام عنده لعب سريعين ويعتمد على السرعة في الانتقال مدفاع للهجوم ويعتمد على الكورة مرتدة لا بد أن نتعامل مع المباراة بالشكل هذا وما نقول أننا تفاجئنا أن الفريق هذا لعب بالذات اللاعبين الوسط عليهم دور كبير في إيصال كورة سهلة للمهاجمين لأننا الحمد لله نملك اليوم شاهدنا اثنين مهاجمين كل واحد سجل هدفين والأسست كان من أكثر من اللاعب عبدالله رمضان علي يعني الكل خذ نصيبه نعم نعم نحن نرجع للحالة النفسية نحن اليوم نبدأ نغير النظرة للمنتخب والشكل للمنتخب اليوم اللاعبين أعتقد أخذوا دفعة معنوية من المباراة هذه دفعة معنوية كبيرة جدا أنك تفوز في بداية التصفيات هذه بنفسها مهمة جدا هالكرام قلنا في الحلقات السابقة قلنا هذه المباراة تفتح أبواب الصدارة التي كنت في الآن فتحت الباب فتحت أبواب الصدارة الآن كل مباراة بطينا أصعب على السابقة نحن بالشكل نلقى أربع مباريات أربع نهائي كؤوس ندخلها بتحقيق الفوس أعتقد أن التهيئة النفسية السابقة والتي يمكن برزت في لقاء سمو الشيخ راشد بن حميد باللاعبين وتحفيزهم بالإضافة إلى الجهاز الإداري متأكد هناك الجلسات بالإضافة إلى الجو العام الموجود اليوم نحن الموجودين فيه أعتقد أن يجعل المنتخب يجعل المنتخب في حالة نفسية جيدة الآن علينا استغلال الحالة الفنية والبدنية الجيدة للعبين المنتخبين تحقيق تحقيق الفوز ناحية نفسية رجع رجوع الجماهير من ناحية نفسية سمعنا بندر يشتغل الجماهير رجوع الجماهير كذلك هذا يزيد من الأمور النفسية ويشكل عام الضغط على المنافسين نعم نتمنى نرى الحضور الجماهير أكثر عن ما رأينا اليوم فبالتالي اليوم مع تتالي المباريات وتحقيق الفوز نحن أعتقد أن نكون مهيائيين أكثر للفوز فزنا المبارا هذه هناك فائدة حققناها وحسينا بها التي انتقلنا من المركز الرابع الذي كنا فيه قبل المبارا إلى المركز الثاني صحيح هنا حالات الفوز اللاعبين تذوقوها في الانتقال لمركز نحن نرى أضواء الصدارة قدامنا فلا بدنا نسعى لها ونسعى للمبارا حتى تسلسل المباريات أنك اليوم تفوز على منتخب تايلاند مهمة جدا لأن هناك حالة وحدة منتخب اندونيسيا ممكن تلغى نتائجة مع الفرق في حالة حساب المراكز الثواني أفضل الثواني في المجموعات نحن لا ننظر إلى الثواني ننظر إلى الصدارة لكن دعنا نكون حذرين في هذه أن منتخب اندونيسيا حتى النقطة التي خسارها المنتخب التايلندي ممكن إذا وصلنا في حسابات الثواني تعوض لها تلغى نتائج المنتخب الاندونيسي مع كل الفرق هذا بس حق للثواني بعد صعود الأوائل أكيد لما يختارون أفضل أربع ثواني أعتقد أن في كل المجموعات الفريق الأخير في كل المجموعات تلغى نتائجه فنحن لابدنا نركز أن مباراة مفصلية ومهمة أكثر عن مباراة اندونيسيا الثالثة المباراة الثالثة نحن لن نتحدث المباراة الرابعة لا نتحدث عنها لا ننظر نتحدث نتحدث عن هذه فبالتالي اليوم أمور نفسية أمور بدنية الكلام قال أبو ثاني عملت استشفاء عملت تجهيز اللاعبين اللاعب يجهز نفسه للمباراة هذه أمور كلها مهمة إن شاء الله لا بد من تركز فنيا كابتن سمير فان مارفك مل مطلوب من في المباجهة القادمة وهل المدربين في فارق هذا الزمن أو باختلاف الفريق هل هناك تغييرات واردة بشكل كبير في الأسماء التي تخوض وتتفق أن فان مارفك يمتلك سلاح قوي كذلك على دكة البودلة لا يقل أهمية على الموجودين في داخل الأرضي دائما أخي إبراهيم في موضوع التجمعات في الفرق الكبيرة نشوفه تورنوفر أوقات في تشكيلة ممكن تكون الماليزيا في تشكيلة ثانية ممكن تكون تايلاند لأنه وقت الريكافوري وخاصة في الجو اللي عشناها اليوم الريكافوري تقول لي في ثلاثة أيام تصوره مهمة مش سهلة مش سهلة أصلا ممكن مستوى المنتخب تايلاندي معنا في نفس السياق في موضوع في التشكيل وإلا بشيكون في تطعيم بلعبة ثانية ممكن مدكة على أساس يعني ممكن في الانتعاشة البدنية والأمور هذه كلها على كل أنا نتصور ما فيش فرق باللعب يبدأ أساسي وباللعب يبدأ في الشوت الثاني كلها 45 دقيقة يعني أهم شيء الهدف المرسوم هو ثلاثة نقاط يعني على المستوى الذيني على المستوى التكتيكي ما أعرفك عارف القدم دي ما نقوله خاصة مع الفرق هذه النقطة الممكن لازم يهتم فاها السيد مارفك مباراة تايلند هي التوازنات الدفاعية اللي يجب يكون فيه شوية توازن اليوم شوفنا فيه توازن دفاعي لأنه كان بالكاشف الشوت الأول فيه تعليمات سارمة للكابتن محمود خميس أنه لم يشارك على المستوى الهجومي وبشكل هذا كان دائما فيه ثلاثة مدافعين موجودين في الخط الخلفي كان فيه أول فرصة شوفناها المنتخب بالماليزي دقيقة 16 يوم الفاول شهين يعني فيه توازن الدفاعية ما رفك عارف ما يعمل وإن شاء الله بإذن الله يومور تمش على أحسن ما يرام ما قبل المباراة وخلالها وبعد صفارة الحكم مراسلين رصدوا لنا أجواء جماهير الأبيض التي حضرت لمساندة المنتخب في أول اختبار لهم مع استئناف رحلة التصفيات المشتركة المكان ستاد زعبيل الحدث مواجهة المنتخب الوطني الأول أمام ماليزيا جماهير الأبيض والتي سمح لها أن تتواجد في أرضية الملعب بنسبة 30% حضرت قبل المباراة في أرويقة ملعب زعبيل واسط إجراءات احترازية دقيقة يرجى حق الملعب عشان يشجع الفريق حشي ويت حلو أتوقع 14-14-4 سنين وحارو يا سلام حلو حلو أن يجرع أتمنى العيون المنتخب كل شيء هنا العيون المنتخب كل شيء هنا إن شاء الله بس تعرف أساب المنتخب اسموع المطر بيسجل اسموع المطر ما يلعب إن شاء الله ما يلعب شا سوى شا سوى قال لي أحيدا قال لي أحيدا يا إنتمال خليجي 17 حين ألي أحيدا أيام الأول أيام الماضي الطيبة إن شاء الله صبر جميل إن شاء الله ليه ما ثلاث هداف ليه ما ثلاث هداف إن شاء الله الله يسمع الموت كل التوفيج لكم عبيل ملعب هذا سلاسة في دخول الجميع إلى مدرجات الملعب ومع انطلاق صافرة الحكم بدأنا نسمع الأهزيج التي لطالما افتقدناها على مدار مباريات الموسم الحالي الشروط التي فرضها الاتحاد من أجل ضمان سلامة الجميع في ريها التزام كامل بالتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى ارتداء الكمامة على مدار دقائق المباراة عداء ممتاز الحمد لله وإن شاء الله نفوز على المباراة والله المنتخب استحوذ يعني على الكرة في الشرط الأول بس نحن كان نبغي أكثر من هذا كان نبغي نطلع أقل شيء فايزين ثلاثة أربع شرط الأول لا على أنها جزء طريق الماليز فريق سهل وحتى في الملعب ما شاء الله المخضين احتياطاتهم والتباعد عندهم جيد نحن كجماهير يلسون في المدرجات وصراحا عاني من الرطوبة العالية فما بالك مساكين لعبهم الله يكون في عونهم إن شاء الله بعد المواجهة خرجت جماهير الأبيض راضية كل الرضا عن مجموعة فان مارفك وبمجرد انتهاء صافرة حكم المباراة ذهبت أعين الجميع نحو المواجهة المقبلة التي ستكون أمام المنتخب التايلندي يوم الاثنين المقبل النماء المستوى نزل للشوط الثاني بس لهم في المرحلة هاي ثلاث نغاط صراحة فوز مهم جدا عندنا مباراتين مع تايلند وبيتنام وإن شاء الله نتهى الكاسر العالمين الحمد لله رب العالمين بالعكس هاي بداية الانطلاق إن شاء الله والقادم أفضل بإذن الله مبروك على مشيوخنا معازيبنا ومشكورين مقصر المنتخب يا ليمة يا ليمة يا ليمة كورو الله فبيو ليمة فبيو ليمة فبيو ليمة يا كلام الحضور للمدرجات متعة كبيرة جدا يا شغها بلا شك جماهير الفراغ ويزحفون لها وقد يسافرون من دولة إلى أخرى تحضروا فريغك يفوز وخاصة لما يكون منتخب بلدك يعني كل اللي موجودين يرفعون شعار واحد وعلم واحد فنحن نشكر كل من تواجد رجال ونساء صغار وكبار على حضورهم في مهمة وطنية وملحمة كبيرة نمتظرها منهم في المباراة القادمة كذلك أمام تايلد مخليف كلمة للجماهير والله يشكرون الجمهور على حضورهم في هذه الأجواء ووقوفهم خالف المنتخب في هذه الأوقات وأعتقد أنهم حلوة على المنتخب يعني عودة الجماهير تصادفت مع مباراة أداءها كان جيد ونتجتها 4-0 مع حضور الجماهير أعتقد أن الجماهير خذوا جرعة بعض إيجابية جرعة سعادة سعادة تشجع من الحضور في المباراة القادمة يذكر كل مباراة بأربعة أهداف أعتقد أن تشوف إن شاء الله الملعب متروس بخيت كل من الجمهور الإمارات دائما في المطار يسمى مطار السعادة ولكن في الفوز هناك طريق السعادة في العودة طبعا نشكر جماهيرنا الذين يحضروا اليوم والمتابعين للمنتخب الوطني طبعا أعتقد أنه فرحونا بهازيجهم وتشجيعهم تشعروا أن لهم شوق لها المنتخب أهم شيء لهازيج عندك أفغيت لهازيج فيه هازيج سماعتنا في التلفزيون نعم نعم هو المنتخب الوطني هذا يدل على أن يحبون هذا الأبيض الإماراتي وإن شاء الله يكونون دائما متواجدين ويشجعون المنتخب إن شاء الله تواجد بحد ذاته يعني فرحة كبيرة للجمهور فرحة لللاعب اللاعب يقول لك أنا من سنة وشوي ما شفت المشجعين واللاعب دائما متعته بجمهورة أكيد والرجال ما وقف أخو إبراهيم يعني اليوم تقول 30% يوم تشوف التلفزيون ما تقول 30% تقول ممكن فهمة 70-80% يعني الجمهور مسكت مباراة كاملة يعني عن جد عن جد يعتبر اللاعب رقم 12 وكلمة للجمهور اللي هم عندهم مدور كبير في النتيجة متاع اليوم ولازم يواصلوا على نفس المنوال وبنفس الإيجابية وبنفس الروح كما اللاعب في الملعب عشان نشوفوا مخرجات ممتازة ونشوفوا منتخبنا متصدر وفرق على الفرق الثانية وبصراعة وهذا مش غريب على عيال زيد كما نعرف بلا شك طبعا أنا راح أوجه رسالتي وكلمتي للجماهير للمشجع اللي عمل مع زميلنا علي اللقاء وقال أتمنى إسماعيل مطر يسجل هذا الدليل أنه يعني هو غير متابع يعني مستجدات المنتخب أخيرا إلا أنه حرص على الحضور فشكرا لك أنت بالذات يمكن يعني هذا اللقاء نحن حبينا أنه يطلع بعفويته وبجماله لأنه في النهاية حب الوطن هو اللي دفعك تحضر وعلم دولة الإمارات اللي في يدك هو اللي خلاك تتواجد في المدرجات يمكن يكون اهتمامك بعيد عن كرة الغدام ولكن هذا هو العشق منتخب الإمارات ورجاله أنتم موعد غادم وسهرة كروية قادمة عليكم أن تمتعوا جمهور الإمارات وعشاق هذا الأبيض لكي نحقق انتصارا جديد ونعبر سويا إلى بر آخر لنبحث عن نقاطي الصدارة إلى الملتقى اشتركوا في القناة